السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله كشف مصدر بالتلفزيون الجزائري ان لقاء الجزائر النيجر المرتقب غدا الثلاثاء على الساعة الخامسة مساء بتوقيت الجزائر سيكون منقولا على المباشر على القناة الوطنية الارضية اللقاء يدخل برسم اطار الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم واكد نفس المصدر بانه بامكان الجمهور العريض متابعة المباراة ايضا على القناة السادسة الشبابية مباشرة من العاصمة نيامي وكشفت مصادر ان مهمة التعليق على هذه المباراة اسندت الى الصحفي محمد جمال ويسعى اشبال الكوتش جمال الى مواصلة تحقيق النتائج الايجابية وتحقيق الفوز وكسب النقاط الثلاث ستجرى مباراة النيجر والجزائر المقررة عشية يوم غد بملعب نيامي تحت درجة حرارة ما بين خمسة وثلاثون وسبعة وثلاثون مئوية الامر الذي قد يكون له تأثير سلبي على اداء اللاعبين الجزائريين لتحقيق فوز جديد يبقيهم على رأس المجموعة الاولى بفارق الاهداف عن منتخب بوركينافاس المرشح بقوة لهزم منتخب جيبوت الضعيف وسيدير الحكم السنغالي سيعيسى مباراة المنتخب الوطني الجزائري ومضيفه منتخب النيجر حظا موفقا لمنتخبنا ومزيدا من التألق والفوز شكرا